لا تزال سياسة ولاية المتحدة تجاه إيران وميليشياتها تتسم بالتناقضات التي أوقعتها في مآزق وأحراجات كبيرة أمام حلفائها ونفوذها بالمنطقة مع إصرار طهران على تنفيذ مخططاتها وخصوصا النووية دون الاكتراث بالخارج آخر هذه التناقضات هو الطلب البيت الأبيض من لندن عدم إدراج الحرس الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية البريطانية بحسب ما تؤكد الصحيفة التليغراف وتكشف التليغراف أن سبب ضغوط واشنطن على الحكومة البريطانية هو الاعتقاد بأنه مع أعلان الحرس الثوري الإيراني تشكيلا إرهابيا ستضعف العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطهران والتي من الممكن أن تستغل لاحقا لإعادة المفاوضات في الملف النووي طلب يره دبلوماسيون بريطانيون تقييدا لإجراء حيوي سيحد من أنشطة الحرس الإيراني في المنطقة ويمنعه من التغول في بريطانيا نفسها كما فعل في دول أوروبية أخرى لا سياما مع كشف جهاز الأمن البريطاني عن إحباطه محاولة إيران قتل أو اختطاف ما لا يقل عن عشرة مواطنين إيرانيين معارضين لها في بريطانيا منذ كانون الثاني الماضي ورغم إشادة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسياسة الاحتواء التي اتبعتها وتأكيدها أن أمريكا اليوم أقوى من أي وقت مضى لا تزال بالمقابل الاتهامات قائمة لهذه الإدارة بالنفاق والفشل مع تجرء إيران على دعم روسيا بغزوها لأوكرانيا واستمرارها بالتوازي مع ذلك بتهديد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط والذي يكتوي أصلا بنيران نفوذ إيران وحرسها الذي تمدد كما يرى محللون منذ احتلال أمريكا العراق عام 2003 والضوء الأخضر الممنوح له للانخراط بإعادة رسم وتحديد مصير المنطقة